السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيك وبيك على تطبيق وقناة فرنشاوي مع مسي وليد مصطفى في الفيديو ده هناخد كلمات الدرس الثالث عن سرد أحداث في زمان الماضي المركب لو كنت بتشوف الفيديو على يوتيوب ما تنساش تحمل تطبيق فرنشاوي علشان تشوف فيديوهاتك بالترتيب وتنزل ملفات الشرح والتدريبات PDF وتحل اختبار على كل فيديو وقبل ما نقول أي حاجة في الدرس ده أو في الفيديو ده لازم لازم وبشدة تكون شايف الفيديو بتاع زمان الماضي المركب كاملا شوف الفيديو كواس قوي ممكن تشوف الفيديو على مرتين الجزء الأول في مرة والجزء الثاني في مرة وبعدين تشوف الفيديو كاملا لأنك لو شفت الفيديو ده اللي قلت عليه في بداية الوحدة هيكون الفيديو اللي أنا هشتغل فيه دلوقتي بمثابة مراجعة كأنك بتراجع على المعلومات اللي أنا قلتها في الفيديو التاني أنصحك بشدة أن أنت تشوف الفيديو التاني لأن الشرح فيها يكون أسهل وأيصر وأقرب للفهم من الفيديو بتاعة دلوقتي نقرأ كلمات الدرس Un blog Un carnet Un spectateur Un blogger Blogger gaming blog هو الشخص المدون Cancer Post Centre commercial Le mall Le centre ville وسط المدينة Une soirée Une répartition Une réunion Une permission Une légende Une tâche Une préparation Une bêtise La majorité La plongée Raconter Goûter Préparer Installer Verbe installer يعني ينصب ينصب حق يقيم حاجة يثبت حاجة فلما هيجي مع installe la musique يعني ينصب أو يزبط أو يعد معدات الموسيقى اللي هو يحط السماعات والديجي والكاسات والحاجات دي Organiser Pedaler اللي هو يبدل بالدراجة اللي هو البدال بتاع العجلة كلمة أصلا بيبدل ديجا من كلمة فرنسية واللي هي بداي تمام؟ اللي هو البدال آآ أو الدواسة بتاع الدراجة Cuisiner Dégusté برضو بمعنية أفوق يستطعم طعم حاجة Décorer Participer A ومهم جدا A يشارك في أو يساهم في Décider De يقرر أن S'occupé De يعني يشغلو بي أو يهتم بي أو يتحمل مسؤولية كذا Se réunir يجتمع S'amuser ينبسط أو يتسل Finir Lire Mignon Mignon زريف أو رائع وبتتال على الأشخاص لما تكتوصف حد إنه شكله جميل أو شكله أمور يعني Mignon Mignon Mieux Tau Tare دي عكس دي Hier من الكلمة الدلة الأساسية على الباسية على الماضي Aujourd'hui النهاردة Tout الجميع أو الكل أو everyone أو everybody واللي يهمني هنا إنها بتساوي il في المفرد يعني كأنها الضمير on اللي هو on يعني بتصرف معها الفعل كأنك بتصرفه مع il في المفرد un concert improvisé concert حفلة موسيقية improvisé يعني ارتجالية أو غير محضرة مسبقا حاجة كده بتجي في وقتها يلا بنا نعمل كذا يلا بنا نعمل كذا هي دي معنى كلمة improvisé mettre la table installer la musique faire des quiches faire la vaisselle الإكسبقسيون دي مهمة جدا لأننا هنستخدمها في موضوع مهم وأساسي هو التحضير للحفلة أو الإعداد للحفلة الكلمات والإكسبقسيون دي هناخدها وهنعمل بها جمل في موضوع الإعداد للحفل في نهاية الفيديو لو كنت بتشوفه على يوتيوب ما تنساش تحمل تطبيق فرنشاوي من جوجل بلاي علشان تشوف دروسك بالترتيب وتحل اختبار على كل فيديو وتنازل ملفات الشرح وتدريبات PDF شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا